نروح بقى لمنتخب مصر للكرة النسائية نشآت تحت 20 سنة وقع مع منتخب سوتومي سوتومي في قرعة تصفيات كأس العالم تحت 20 سنة في بنات موهوبات واعتقد ان عندهم فرصة يتقدموا خطوة في التصفيات لان في حالة الفوز على سوتومي هيلعب الفائز من الكونجو ونميبيا بالتوفيق لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية نشآت في تصفيات كأس العالم وعاوز اقول لكم مفاجأة منتخب مصر الاول لكرة النسائية كان المفروض يشارك في تصفيات دورة باريسي الولمبية لكن اكتشفوا انهم نسيوا يقدموا بص اكتشفوا انهم ايه نسيوا يقدموا على الولمبيات كرة القدم النسائية نسيوا يقدموا على الولمبيات اتحاد الكرة نسي يقدم لمنتخب مصر الاول لكرة النسائية في تصفيات الولمبيات اللي القرعة بتاعتها اتعاملت هنا في مصر القرعة كانت هنا في مصر ونسيوا يقدموا هما شيء غريب شيء غريب ومريب بالحقيقة يعني لما تبقى القرع عندك في مصر وانت تنسى تقدم وتضيع فرصة على شابات ان هم يلعبوا في الأولمبياد